اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعية 79 عطاء لعشرين مناقصة حكومية ومزايدتين تقدمت بهما 12 جهة حكومية وبلغ اجمال اقل العطاءات المستلمة 8 ملايين و200 ألف دينار وتصدر الجلسة من حيث قيمة العطاءات مناقصة لشركة نفط البحرين بابكو لفصل شبكة مجاري البنزين في خزنات سترة ومبنى التسويق والمرفأ وبلغت قيمة اقل عطاءاتها المقدمة 5 ملايين و500 ألف دينار ومن حيث عدد المناقصات المطروحة تصدرت شركة نفط البحرين بأربع مناقصات شملت فصل شبكة مجاري البنزين في خزنات سترة ومبنى التسويق والمرفأ وتوفير الخدمات الرافعات الشوكية إضافة إلى توفير خدمات حفر وإنتاج آبار استكشافية بحرية بما في ذلك عمليات التكسير بالضغط العالي اجتملت مشاهدين الجلسة الأسبوعية لمجلس المناقصات كذلك على تقدم وزارة المالية بمناقصة لتكليف شركة استشارية لتطوير استراتيجية إدارة الدين العام وتقدم بالمناقصة شركة لازارد الأمريكية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات وإعادة الهيكلة للحكومات والشراكات والمؤسسات ولم تحدد بيانات الجلسة قيمة عطاءات الشركة والآن نستعرض وإياكم مشاهدين الأداء الإسبوعي ببورصة البحرين في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتدولة في بورصة البحرين خلال هذا الإسبوع 33 مليون و 844 ألف سعام بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و 46 ألف دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 476 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الإسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تسعي شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الإسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلقت قيمة أسهمه المتداولة مليون و 972 ألف دينار أو ما نسبته 32% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة حيث بلقت قيمة أسهمه المتداولة مليون و 411 ألف دينار بنسبة 23% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة أما على مستوى الشركات فقد جاءت ألمنيوم البحريني ألبا في المركز الأول من حيث القيمة في تعاملات بورصة البحرين لهذا الإسبوع والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية مقابل العملات الخليجية والعالمية مقابل العملات الخليجية والعالمية